السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الرسام مع الرسام صوبر جنيد النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض هنرسم الطبيعة مناظر طبيعية بس بشكل كرتوني للأطفال طبعا ده بمناسبة شام النسيم كل سنة وانتوا طيبين هنرسم مع بعض خطوة بخطوة إزاي نعرف أبعاد المنظر ونقدر نخليه سلاسية الأبعاد سري دي تمام ونقدر إزاي نحط شخصيات داخل المنظر بأبعاد مختلفة وكل شخصية المقاسها أو المقاس بتاعها أبعاده إيه تمام هنبدأ مع بعض ويلا أطفالنا وشبابنا يجاهزوا الاسكتش والألم الرصاص والأستيكة ويلا بينا نبدأ نرسم أول منظر مع بعضين تمام أول حاجة بنعملها في المنظر الطبيعي أي منظر طبيعي بنبدأ نشتغله في حاجة اسمها خط الأفق الخط الأفق ده هو الخط الرئيسي أو الميزان بتاع اللوحة أو المنظر بنبدأ ناخد الخط وبنبدأ نبني عليه المنظور وخطواته بشكل كامل نبدأ مع بعض بخط الأفق خط الأفق بيبقى كده ده الخط الأساسي اللي بنبدأ نبني عليه المنظر أو الشكل اللي احنا عايزينه تمام خط الأفق بنبدأ به وبعد كده بنبدأ بقى نوزع التوزيع اللي احنا عايزينها في المنظر سواء منزل بيت شجر بحر كل حاجة بنبدأ بيها خطوة بخطوة على حسب خيالنا فإحنا هنمشي مع بعض خطوة بخطوة هنبدأ نعمل هنا مثلا في الجزئية دي كده نربع طبعا إحنا برضو مازلنا شغالين بطريقة الأشكال الهندسية نقدر نوصل لأي شكل احنا عايزينه تمام ببدأ أعمل هنا نقطة وهنا نقطة وابدأ أخد الخط ده كده والخط ده بميل كده تمام هنبدأ ناخد هنا مربع تمام وهنا كمان مربع هنبدأ ناخد مسلس هنا ومسلس هنا هنبدأ ناخد خط كده وناخد ننزل بميل كده متوازي مع المسلس وننزل بالجزئية دي كده ونيجي بيها بميل كده مع الميل مع ميل الخط اللي احنا خدناه هنا تمام أبدأ أمسح التفاصيل الداخلية تمام وهنا نفس الحكاية هاخد خط كده وانزل كده واخد برضو الخط ده بشكل كميل طبعا المنظور والأبعاد عشان أجيبها كده ليها الدراسة وليها طريقة أصعب شوية بالنسبة للأطفال فاحنا أنا ببسطها على قد ما بنقدر مع بعض عشان أطفالنا يقدروا يرسموها معاني تمام ببدأ أخد المنطقة دي كده برضو تمام أبدأ أمسح الأماكن الداخلية دي القطوط الداخلية اللي هي تواصلت معايا كده تمام عملنا الجزئية دي اديتني شكل منزلين أو بتين تمام ببدأ فوق الخط الأفق هنا ممكن نعمل مجموعة أشجار جاية من بعيد كده تمام وخط ميل هنا وخط ميل هنا كده تمام هبدأ أمسح الجزئية دي وأعمل خط ميل كده وأخد الجزئية أنزل بالجزئية كده بميل وأبدأ أمسح الأماكن الداخلية الخطوط الداخلية زي ما تنتعودين بثبت الجزئية دي كده معايا تمام ببدأ أمسح برضو الخط ده كده وأبدأ أعمل مثلا هنا باب باب للمنزل تمام أعمل مجموعة شبابيك مثلا هنا برضو كمان في الجنب هنا مجموعة شبابيك بس الخطوط بتاعتها بتبقى ميلة كده عشان تجاهل منزول تمام بابدأ أخد خط تاني هنا كده بس من أديق لأوسع عشان بيديني لازم نقدي إحساس إن فيه بعد فلازم نبدأ من ديق هنا لأوسع عشان يديني إحساس بالمنزول والبعد وهنا نفس الحكاية برضو عريض وهنا بأخد خط كده عدل وببدأ أخد خط كده عدل بيديني شكل الرصيف تمام وهنا نفس الحكاية بيديني شكل للرصيف تمام بدأ يظهر معايا المنزول ويديني إحساس إن فيه عمق لللوحة ممكن نبدأ نعمل هنا برضو مجموعة جبال مثلا أو مجموعة ونكملها بجزء من أشجار ده ده تكملت الجزء اللي هو خط الأفق اللي بيديني البعد الأول تمام ببدأ ممكن أطلع بشجرة هنا شجرة هنا هنا فيه مجموعة خضرة كده واطلع لفوق كده مثلا أبدأ أخد فروع كده وابدأ أخد جزئية الورق اللي هي دي كده تمام دي شجرة في الجزء بتاعها ده المفروض إن هي لها المسافة دي كده مدياني بعد طيب أنا عايز أبدي إحساس بالبعد أكتر ببدأ ممكن أبدأ شجرة أعملها من هنا كده تديني بوعد أكتر تمام برضو أبدأ أعمل مجموعة الورق بتاعها كده أهو كده مجموعة الورق بتاعها كده أبدأ أمسح بقى إيه الحاجات المتدخلة بينهم كده عشان يبدأ المنظر بتاعي يظهر معايا واحدة واحدة تمام حبيت أعمل آآ صور مثلا ممكن أعمل صور كده لمدخل الشارع ده ببدأ أعمل مثلا هنا مجموعة زي مجموعة أخشاب كده اللي هي بتديني شكل الصور وهنا نفس الكلام كده وببدأ أكررها أكررها تمام بكمل كده للآخر لحد ما بوصل للشكل النهائي تمام هنا مثلا أعمل إيه كده يديني زي باب مفتوح باب مفتوح للمنطقة أو الشارع ده تمام ببدأ هنا البيت هنا ممكن أعمله الباب هنا من الجنب ده ممكن أبدأ أعمل هنا شباكين وهنا شباك مثلا وهنا شباك عدد الشبابيك على حسب ما أنا أعاوز وعلى حسب المساحات اللي عندي تمام برضو هنا نفس الكلام وهنا برضو شباكين أو ممكن نعمل ده باب وهنا شباك صغير ممكن أعمل شجرة مثلا هنا في المنطقة دي كده أو نخلة نخلة كده تديني برضو بعد معايا تمام بدأنا ندي بدأنا ندي كل التفاصيل اللي تظهر لي المنظور بتاع اللوحة تمام بشكل مبسط قدرنا نوصل لسلاسية الأبعاد أو منظور اللوحة وازاي أحس إن هي بتديني بعض ومسافة وعمق للداخل تمام ده منظر سريع كده ناخد شكل تاني ياريت كلنا نركز مع بعض وبالألم الرصاص وخطوة بخطوة زي ما أنا شغال كده زي ما متعودين مع بعض يلا بينا نمسح الجزء ده طبعا هنبدأ في المنظر اللي جاي هنبدأ ننزل شخصيات كارتونية أو شخصيات طبيعية داخل المنظر وازاي هنعرف أبعادها وازاي أقدر أحدد يعني مقاس الشخصية وهي بعيدة وهي قريبة عشان يديني الأبعاد بتاعتي تمام هناخد برضو خط الأفك اللي قلنا سابت معنا في أي شكل احنا بنعمله تمام هنبدأ نعمل مربع هنا ده منظور مختلف تاني مختلف عن اللي فات تمام بامسح الجزء دي بابدأ أنزل بمثلث كده شبه مسلث تمام المفروض هعمل المثلث كده وأبدأ أمسح الجزء ده عشان نسهل الطريقة تمام بابدأ أعمل مختلف مسلث كده وامسح الجزء دي كده الجزء دي كده هاخد هنا مختلف أبدأ أمسح الخطوط ده اللي بتعقدت الأفك اللي زهر من جوه كده وهبدأ أاخد برضو جزء كده مربع كده أقدر أعمل معانا اتصال أيوة ألو أنت الرسمك حلو بقلبي الدنيا ترجع زي الأول وأحسن وإن شاء الله نرجع الأكاديمية مع بعض وتابعنا في البرنامج وعلى اليوتيوب على قناتي الرسام صبر جنيدي وهتتعلم كتير وهتعوض اللي فاتك من الأكاديمية وإن شاء الله تابعنا ماشي مهن ماشي ماشي حبيب نبدأ مع بعض نكمل هنا الجزئية دي هنعمل شباك كبير تمام ممكن نعمل هنا شباك بشكل مثلس كده تمام نعمل نبدأ صور للمنطقة دي كده بس بيبدأ برضو دايق من هنا لأوسع تمام ويبدأ أخذ خط كده وخط كده تمام ونفس الكلام هنا كده كده تمام ممكن نبدأ نعمل بقى للصور كده الخطوط بقى اللي هي الخشب بتاعه كده كده هنا طبعا المنطقة من بعيد كده ببدأ بدايق بدايق المسافات كل ما أقرب بوسع عشان اللي بيبقى رؤيته أقرب تمام وهنا نفس الحكاية بيبقى دايق كده المسافات وقالي فابدأ أوسع كل ما بقرب كل المسافة بيحس إن هي زيادة عشان بيبقى المنظور بتاعها قرية تمام وبرضه هنا بكمل ده بقى إيه مسافات متساوية عشان ده إيه ده قدامي كده مش مش جاي ميديني بعد تمام ببدأ هنا مثلا ممكن أعمل شجرة ميلة كده ودي الجزء بتاعتها وابدأ أعمل الجزئية دي كده كده زي دي بدتني الشجر برضو فوق خط الأفق ببدأ أعمل زي مجموعة شجر زي ما أنا عايز أو جبال تمام عايز أنزل شخصيات أبدأ أنزل شخصية في المنظر لازم قبل ما نزل الشخصيات أبقى عارف أنا هحط الشخصية فين الشخصية دي في بعيدة قوي ولا قريبة قوي ولا في نص المسافة دي بقدر أحددها ومن خلال تحديد المكان أقدر أحدد حج الشخصية هيبقى دي يعني أنا لو عايز واحد قريب هنا يبقى قريب لي قوي هنا في المنظر ببدأ أعمل مثلا الوش بتاعه كده زي مثلا نعمل شخصية ويني ويني مثلا ببدأ أخد شخصية ويني كده اللي هي البو تمام وابدأ أخد الجزء بتاع جسمه والملابس بتاعته وممكن أعمل الجزء ده كده تمام على حسب ما أنا عاوز أديله ضل يعني وإحنا في التلوين بنده ضل كده بنديني إحساس من الشخصية ليها خيال من الإضاءة بتاع الشمس كده تمام دي شخصية في البداية اللي هي في المقدمة في المنظر عندي في أول المنظر عايز أدي إحساس أني فيه مسافة يعني فيه مساحة يعني رؤية بعيدة قوي تمام هابدأ أعمل شخصية تاني هنا صغيرة ممكن أعمل شخصية نيزو مثلا اهو كده كده شخصية نيزو اللي احنا عارفينها المشهورة تمام اديني هنا إحاء اديني هنا إحاء إن الشخصية دي قريبة جدا والشخصية دي بعيدة جدا ممكن أصغر تاني ممكن أعمل شخصية مثلا تفاصيل كده بسيطة اهو مثلا أنا ممكن أعمل الشخص ده كده واللي خيل كده تحس إنه أبعد من الشخصية دي فكتير من شبابنا وأطفالنا بيرسموا ممكن يكون بيرسم كويس أو عنده الموهبة فمش قادر يعرف يدي المسافات والأبعاد فبطريقة مبسطة زي ما احنا شايفين بنبدأ نعرف خط الأفق ونبدأ نبني عليه أجزاء اللوحة أو المنظر بالترتيب الأول الأبعاد في الأقرب في الأقرب لحد ما بوصل للوحة متكاملة بشكل متناسك مش شرط معنا اتصال اتفضل ايو يا فندم اتفضلي ايه؟ مع حضرتك يا فندم ماشي ماشي ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا فندم لو سمحت أنا كنت عايزة حضرتك سلتم لنا آآ يعني الأشخاص بس في شكل كارتوني ازاي نرسم الوجه أو الجسم والكلام لك؟ شكل كارتوني ولا شكل طبيعي؟ لأ لأ شكل كارتوني برضو الأطفال ازاي نجدت ليرسم الشكل ماشي يا فندم تمام بإذن الله حضرتك تابعينا مدام مونار أو أنيسة مونار تتابع معنا وإن شاء الله هناخد هنعمل حلقة بإذن الله يعني خاصة إزاي أرسم تفاصيل الوش وإزاي أعرف المسافات ما بين إزاي أعمل المسافات ما بين العين أو المناخير أو ليها مقياس أو ليها توزيعة معينة بنشتغلها خطوة بخطوة وعموما تفاصيل شغل الأشخاص أو رسم الأشخاص ليه أكتر من طريقة وليه أكتر من فكرة بس إن شاء الله أنا هشرحها لكم بطريقة مبسطة جدا وإن شاء الله تستفدوا منها وتتعلموا شكرا لك يا فامي نكمل مع بعض تمام؟ قدرنا نوصل يعني أنا لو عايز شخصية قريبة أكتر هبدأ أعمل الوش كبير قوي بس فوق كده يعني أنا ممكن أعمل الوش كبير قوي فوق كده مثلا لو هرسم ميكي ماوس تمام؟ سريعا كده مش بتفاصيل دقيقة يعني مثلا إيه؟ هنعمله كده سريعا بس عشان إيه؟ أديك إحساس بالمنظور أهو مثلا أهو كده 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 مثلا أهو بابدأ أدي الشكل الديني جيت هنا على أول اللوحة أو أول المنظر فاداني الجسم أكبر لأن الجسم هنا قريب جدا فأول منظور اللوحة أه بابدأ اللي بعده أصغر في اللي بعده أصغر بإحساسي بقدر أوصل أهو لحجم الشخصية على حسب المسافة بتاعتها تمام؟ كده زي ما احنا شايفين مع بعض قدرنا نوصل بمنظور بشكل منظم ومرتاح لنظرة العين وتحس إنه هو طبيعي تمام؟ ناخد شكل تاني مع بعض وبرده نبدأ نحط بعض الشخصيات عشان نأكد على الطريقة مع بعض أتمنى أن نكون بناخد مع بعض خطوة بخطوة زي ما تعودنا لأن الخطوات مش هتثبت معانا إلا إذا خدناها واحدة واحدة مع بعض وبعد كده هتتدرب عليها في البيت بالسكتش هتجربها مرة واثنين وتلاتة وهتقدر تبقى ثابت عندك وموهبتك تنمو خطوة بخطوة واحدة واحدة مع بعضينا إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله شبابنا وأطفالنا وفنانين كبار اللي بيتابعونا وعندهم الموهب هناخد شكل تاني نحن ممكن ناخد شكل سريع اللي هو الطريق إزاي نعمل طريق مثلا مجموعة أشجار يمين وشمال مثلا فيه ناس كتير بترسمها بس ما بتثبتش المنظور قوي يعني خدنا الخط الأفق مع بعضينا بابدأ أعمل في النص يعني أخد مثلا في المنتصف كده وأخد يمين سنة وشمال سنة وابدأ أنزل بميل كده وأنزل ده بميل كده تمام أنا هنا هو طبعا فيه تفاصيل إحنا قلنا هنا فيه حاجة اسمها نقطة الهروب ويعني موضوع إن أنا أعمل منظور متكامل لو شارع فيه بيوت وحارة قديمة أو الكلام ده بيبقى لها شرح تاني خالص فأنا بحاول أبسط للشباب والأطفال عشان تبقى سهلة معاهم وهيبقى فيه حلقات بعد كده إن شاء الله للحاجات اللي هي للشباب بقى الكبار اللي هم يقدروا يستوعبوا ويشتغلوا معا تمام هابدأ أعمل مثلا الجزء ده فيه مية الجزء ده مية عفوا الجزء ده فيه مية والجزء ده فيه خضرة وده طريق في النص بابدأ أعمل هنا لو أنا هنا فيه شجر والطريق ده بعيد هينفع الشجرة الأولانية اللي هنا هتبقى قد الشجرة اللي بعيد استحالة طبعا فلازم أن المسافة بتديني بتصغر لي حجم الشجرة هي الشجر كله ممكن يكون زي بعضه نفس المقاز بس المنظور نفسه أو الرؤية بتديني إحاء إن الشجرة دي أصغر باجي هنا روح واخد شجرة تاني مثلا الجزء شجرة تاني هو فيه مسافة هو بابدأ أوسع هنا بوسع كمان تمام والجزء نفسه بيدخن معاه شوية يعني هنا أرفع فأدخن فأدخن وهنا وين المسافة صغيرة فأكبر فأكبر لما جي هنا أزود واروح متخن برضو إيه الفرع تاني أكتر شوية يبقى أنا أقدر تد إحاء إن دي طبيعة تمام هبدأ أعمل مثلا مجموعة قادي أول شجرة هي الشجر طبعا بيكمنه بيبقى وراء بعضه فتلاقي الورق متداخل يعني معنا اتصال على سعالكم وعليكم السلام وعنطل الله وبركاته إزاك يا فنان أهلا يا فندم إزاك حضرتك ما شاء الله على الشجرة اللي انت عامله جميل ربنا خليك يا فندم اتمنى تكونوا استفدتوا معنا واتمنى يكون أطفالكم أول كبار بشكل عام يكونوا خدوا معنا خطوة وستفادوا معنا ما شاء الله يعني انت رسمت النهاردة حاجات مختلفة حتى الأولاد يعني مبسوطين جدا الحمد لله يا فندم إن شاء الله تبقوا مبسوطين دايما وتستفادوا معنا دايما ويا رب لكل المواهب اللي في مصر تستفادوا في العالم العربي إن شاء الله نفيد كل الناس وبإذن الله تيبقوا فنانين كبار بإذن الله يا فندم شكرا يا منا معنا خديجة تفضل يا فندم خديجة مسكندرية تفضل يا فندم ألو أيو مع حضرتك ألو أه طفلة تفضلي يا حبيبتي أه طفلة تفضلي يا حبيبتي أه طفلة تفضلي جدا علي صوتك ووات التلفزيون شوية حبيبة قلبي بتحبيني وأنا بموت فيك يا قلبي أنت سغنونة كده وعسولة حبيبتي تفضلي أنت حدثك حدثك بقى أنت رسمي جدا حبيبتي قلبي رسمتي معنا يا خديجة أه رسمت معك رسمت المنظور وزبطت الأبعاد زي ما أنا خدت خطوة بخطوة معك أنا لسه ما رسمتهوش أنا عايزك تبي معي خطوة بخطوة يا خديجة وتركزي معي خطوة بخطة تبي كويس أنا رسمت معك الزبال جاي اللي فات أنا رسمت معك الزبال جاي جميل جميل يا حبيبتي اسلامي لي كل سنونا طيبين ولو رسمتي حاجة ما ترسمي حاجة بعتيها على صفحة الأكاديمية عندي أو صفحة الرسام صابر جنيدي البيج وتابعيني على قناة اليوتيوب باسم الرسام صابر جنيدي يا حبيبتي إن شاء الله هيوصلك كل جديد بإذن الله آآ أستاذ إبراهيم معنا شكرا يا خديجة طيب عليكم فنان وعليكم السلام وطلاب وبركاته أهلا أنا أستاذ إبراهيم وانت بيكل عام وطيب فنان وانت بالصحة والسلامة حبيبي تسلم ما شاء الله نبدأ حلقة نبدأ مختلفة كتير جدا عن كل أسبوع ما شاء الله يعني الحمد لله إحنا كل حلقة بنحاول بأفكار جديدة عشان نقدر نوصل حاجات جديدة لأطفالنا وشبابنا ونعلمهم بقدر الإمكان حاجات كتيرة يستفادوا منها بشكل مبسط زي ما حضرتك شايف يعني إن شاء الله احنا وشكين جدا ننضع بالحلقة وكل أسبوع ما نستنى للبرنامج وكل أسبوع الله آآ حبيب قلبي تسلم لي وانت منورنا باتصالك وسعيد جدا وسعيد ان انت متابع معايا وبتستفاد انت والأولاد وكل سنة وانت طيب يا أستاذ إبراهيم ونورتنا شكرا يا فن معانا يا أستاذ تامر تفضل يا فندم أهلا يا فندم تفضل أنا المغني تامر المدني بابا أقول لك أنا بحبك والله انت جامد قوي بجد والله يعني أنا مخور بيك حبيب قلبي تسلم شكرا يا شكرا يا حبيبي تسلم آآ نكمل مع بعض آآ آآ معانا عبد الرحمن اتفضل يا فندم إذا عايزين نكلم الأستاذ خالد آلو الظاهر الأستاذ خالد كان بيكلم حد تاني مش موضوعنا مش تابعنا خالص يعني يا أهلا بيك يا أستاذ خالد نكمل مع بعض آآ طبعا احنا زي ما اتفقنا ان الأول جزء بيبقى رفيع فأدخن 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 والمسافات بتبقى أصغر فأكبر 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 تمام هنا المنطقة دي خط الأفق ببدأ أعمل هنا برضو لو عايز أعمل مجموعة أشجار من بعيد برضو كده تمام وامسح الجزء بتاع خط الأفق ده من المنطقة بتاع الشجر بيبدأ هنا يظهر لي المنطقة بتاعة المية اللي هي مبينة الشجر ببدأ أعمل ممكن أعمل مجموعة ورق أو برضو من أصغر لأكبر ببدأ أعلى 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 كده لحد ما يبان لي من هنا فايع وهنا تخيب تمام ببدأ امسح الجزئية اللي تحت دي تمام يبان لي جزئية المجموعة الشجر دي او الخضرة دي جاية من بعد تمام هبدأ هنا عايز مثلا شجر بقى يعني متلاصق في بعضه يعني ممكن ابدأ اعمل منطقة دي كده كده وطبعا همسح قط الافق المنطقة دي هبدأ هنا ممكن اخد هنا الجزئي دي برضو في ادخن في اعلى في اعلى في اعلى لحد ما وصل كده هنا بقى في التلوين يا ممكن ما تبانش هنا في الخطوط في التلوين هنبدأ نعمل جزوع الشجر مثلا كده 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 هتبان في التلوين اكتر ان شاء الله باذن الله في الحلقات اللي جاية هيبقى في تلوين هنعمل حلقات للتلوين وممكن نعيد بعض الشخصيات اللي احنا عملناها قبل كده الكرتونية هنبدأ نلونها مع بعض باذن الله عشان برضو نتعلم ازاي نلون وازاي ندمج الالوان ونعرف الالوان الهادئة والالوان المشعلة تمام او الباردة او السخنة اه ليها اه كم كزا ممكن اه معانا انجيم المنصورة اهلا يا فندم اهلا السلام عليكم ايوه اهلا ايوه يا فندم معاك يوطي التلفزيون يا فندم وعلي صوتك ايه سلام عليكم تفضلي يا فندم هلو هلو ايوه مادام انجي تفضلي يا فندم ايوه سامح حضرتك الخط قطع حاولي تتصل بينا تاني يا انجي وفي انتظار التصال في انتظار اتصالك وتابعينا نكمل مع بعض تمام هنا برضو مجموعة الشجر قلنا تمام ده شكله مبسط جدا منظور مجرد طريق بسيط مجموعة شجر هنا بقى لو انا بقى بلون بعمل تطشاط المية مثلا كده يعني مثلا بعمل تطشاط المية تديني احق المية طبعا المية اذا كانت غروب بتبع فيها الالوان السخنة ولو كانت شروب بتبع فيها الالوان البرد تمام ببدأ اعمل مجموعة المية هنا لو عايز اعمل برضو شخصيات داخل المنظر ببدأ اعمل هنا برضو حاجة صغيرة شخصي شخصي كده طبعا الحلقة مش حلقة شخصيات انا بدي بس ايه تفاصيل خفيفة كده كشان اتديك احق بالمنظور تمام ادي شخصية من بعيدة هي وادي مثلا عايز اعمل شخصية كبيرة برضو اعمل نزام المربعات اللي احنا ايه اتفقنا عليها الاشكال الهندسة ايه تمام اه معانا نبيلة من الكاهرة تفضلي يا فندم مع حضرتك الو اه نبيلة طفلة جميلة تفضلي الو ايوة يا نبيلة تفضلي انا بشكرك اولى على رسمك يا علينة تفضلي ربنا يخليك يا حبيبتي شك العفو يا حبيبتي اه وانت من ورانا ورسمتي معانا ولا ما رسمتيش او انا رسمت انا بس دلوقتي انا جميل جدا صوري رسوماتك اه يا نبيلة وابعتها بعتها لي على الاكاديمية او على بيج الرسام صبر جنيدي اه وتابعيني على اليوتيوب الرسام صبر جنيدي اسم القناة بتاعتي وتابعيني هنا ان شاء الله وهقولك رأيي في رسوماتك لما تبعتها لي ان شاء الله ماشا نبيلة ماشا حبيبتي قلبي نكمل مع بعض اه طبعا الشخصية زي ما احنا شايفين كده بتفاصيل بسيطة ديني الاحاء تمام عايز ابدأ شخصية عايز اعمل مثلا اه حاجة اقرب برضو برو عامل كده تمام تمام بيبدأ قدي قدي الشخصية كده طبعا الشخصية اه نديها شكل كروكي كده مش متحركة المفروض ان هي بتبدأ تاخد خطوة عشان ده جاي ماشي في طريق تمام بس انا بديها ايه بشكل سريع كده عشان اديكوا احساس اه بالمنظور والابعاد تمام اه التفاصيل دي هناخدها مع الحلقات اللي جاية ان شاء الله انا اداني احاء ان ايه ان الشخصية دي وراء الشخصية دي ممكن اللي اتنين يكونوا من سن واحد او طول واحد اه بس المسافة ما بينهم ادياني ان اللي وراء اصغر واللي وراء اصغر ممكن التلاتة لو اقفوا جانب بعض يبقى طول بعض تمام اه فطبعا اه المسافات هي اللي بتديني الحجم على حسب المنظور اللي انا شايفه برضو عايز اكبر فاكبر نفس الحكاية تمام كده عرفنا ازاي قدي حجم الشخصية على حسب المسافة والبعد اه ناخد مع بعض شكل تاني بمنظور تاني بمنظر تاني معنا والسيزة عبد الله من الكاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ومشهر وبركاته إزاي كسر خالد آآ صابرك مع حضرتك يا فavin إزاي كسر صابرك آلا يا فإندم اسم حضرتك آآ عبد الرحمن آآ أinateughters عبد الرحمن أتفضل يا فاندم مع حضرتك أنا شكلي خالد بس شغال يعني والله يا فندم أنا أنا كنت أقصد إن أنا أبدأ معاكو أبدأ مع لأن أهم حاجة قبل التلوين إزاي أقدر أرسم الأبعاد وإزاي أقدر أرسم التفاصيل بتاع الوش لسه فيه فيه حلقات جاية هنعرف إزاي نعمل البرترية بطريقة مبسطة للناس المبتدئين والناس برضو المحترفين ممكن فيه ناس ما تكونش عارفة الطريقة وهنبدأ أن نعمل إني هنجيب ألوان وهنشتغل على الهوى وهنبدأ أن أعلمكو إزاي تعرفوا الألوان وإزاي تدمجوا الألوان وتعرفوا الفرق ما بين الألوان السخنة والألوان البرد تمام يا فندم فتابع معنا إن شاء الله وبإذن الله هتلاقي كل ما يخص فن الرسم إن شاء الله هيبقى في برنامجنا بالتلوين ويا فإن شاء الله بدأنا مع بعض بالاوتلاين بس مجرد إحنا بنعرف بعض إسلوب الرسم أو طريقة الرسم بشكل مبسط وإن شاء الله تابعنا في الحلقات اللي جاية في التلوين شكرا جدا لحضرتك نكمل مع بعض خط الأفق برضو خط الأفق ثابت معنا هنعمل برضو يعني إحنا لو عملنا منحنة بسيط كده كده تمام زي رقم اتنين بالإنجليزي بس فريهند حر آآ آآ تمام ببدأ أخد هنا من ضيق برضو والأوسع كده تمام بدأت أخد نفس الكلام كده من ضيق الأوسع تمام إداني إحساس بالبعد هبدأ هنا هاخد مربع مربع كده تمام بقى آآ معنا الكاتب عنطر آغة تفضل يا فندم صباح الخير يا فناني زي ما عليك يا فندم ربنا خليك يا فندم صباح الفل إحنا قاعدين بنستمتع بجمال حضرتك وفنك أنت بتحلت في سماء الفن ببرشتك الجميل يا فندم حبيب قلب تسلم لي وأنا سعيد أن حضرتك بتتبعني وبتستفادوا معايا ربنا خليك يا فندم أنا والأولاد أعدين بنستمتع أن أصلا كاتب أطفال فأفهم في الرسومات وشغل كله مبني على الرسومات لأن الصورة أقوى يا فندم ربنا خليك يا فندم فنان جميل منورنا وأنا سعيد باتصالك جدا يا رب اتفضل يا فندم إسلام لي معا لي إسلام يا فندم ربنا خليك يا فندم شكرا لاتصال حضرتك ونكمل مع بعض المنظور المنظر تمام هنبدأ هنا نفس الموضوع كده بميل تمام ببدأ أعمل هنا مسلس وأخد خط كده وبرده أنزل بميل كده الكوخ أو البيت المنزل تمام آآ ببدأ أخد المنطقة دي كده بس أنزل بها شوية كده عشان تبين لي السقف بتاع الكوخ آآ معانا نادي مجيزة تفضل يا فندم آآ 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 فندم آآ 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 عنده كم سنة محمد يا فندي محمد عنده ثلاث سنين ما شاء الله جميل وامتبعنا جميل جدا حضرتك الأكاديمية بتاعتك فيه حضرتك الأكاديمية بتاعتي في منطقة البراجيل الجيزة قريبا من الدائري جدا سهل تيجي لو حضرتك عايزة تقدمي بس طبعا احنا متوقفين حاليا عشان الظروف اللي بتمر بيها البلد يعني فان شاء الله قريبا بإذن الله حضرتك أرقامي على الشاشة لو حبيتي تتواصلي إن شاء الله تحت أمر حضرتك يا فنديم والأولاد يتابعوا معنا إن شاء الله بإذن الله تحت أمر حضرتك معنا حماد اتصال آخر تفضل يا فنديم أهلا وسهلا يا فنديم التلفزيون شوائية وعلي صوت حضرتك عشان اسمعك اتفضل يا فندم ربنا يخليك يا فندم واحنا مبسوطين بمتابعة حضرتك بتتابعوا معنا حضرتك وبترسموا معنا مشاهدة فقط يعني اه التركيز على الرسمة وانا شغال تمام حبيبي تمام حضرتك منورنا وتابعنا هنزبط مسألة الزهار اللوحة اكتر وتابعني على اليوتيوب يا حضرتك تابعني على اليوتيوب بقناة الرسام صبر جنيدي وكل يوم حد في نفس المعاد وان شاء الله تستفاد معنا حضرتك انت والاولاد تسلم يا فندم شكرا نبدأ نكمل المنظر بتاعنا تمام ادي الكوخ او المنزل تمام ممكن اعمل هنا كمان واحد اصغر شوية هنا هنا قريب هنا يبقى اصغر طالما انزلت بدأت هنا بالحجم ده هعمل حاجة ابعد يبقى اصغر بيها اه على حسب احساس رؤية العين تمام بابدأ ااخد خط كده برضو مسلس كده تمام وانزل كده خط هنا وانزل بميل شوية تمام ابدأ امسح خط الافق تمام وابدأ اعمل كو اه باب اه ممكن بقى برضو مجموعة جبال اه مثلا ممكن اه انزل بشجرة هنا كده المنزور لما يعني الشكل بيبان بيديني الابعاد بتاعتي لما بيتلون بيبقى موضوع تاني خالص يعني بيبقى حاجة جميلة اه طبعا كل ده هيظهر في الحلقات اللي جاء ان شاء الله ما نلون مع بعض اه ممكن اعمل شجرة هنا تمام شجرة كده وابدأ اديها فروع بتاعتها كده جزء بتاعها بره المنظر عادي ويرد ويرد ان الشجرة يبقى جزء مش كامل تمام وابدأ امسح الخط الافق هنا تمام ممكن اعمل برضو هنا ايه زي صور بابدأ واسع كده واجه هنا كده اه داية وابدأ هنا واسع اهو كده وبردو هنا نفس الحكاية كده 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 اخذ الخط ده كده اعمل شوية اهو ابدأ اخذ اوصل هنا الجزئية دي كده بالجزئية دي كده تمام ابدأ اخذ امسح اللي هي الخطوط الداخلية ابدأ اعمل الصور بقى كده وبردو ابدأ من مسافات ديقة واوسع وهكذا كده اوسع فاوسع فاوسع اهو لحد ما ييجي الحجم الطبيعي بتاعي تمام وببدأ باخد برضو نفس الكلام داية فاوسع كده لحد ييجي المقاس الطبيعي للصور تمام بدأنا ادي طريقة اهو جاي من بعيد بجيبه تدريجي كده بيبدأ يبان معايا الابعاد بتاعة اللوحة تمام عايز اعمل بقى شخصيات زي ما نفاهم بابدأ اعمل هنا عايز اماشي شخص هنا عايز اماشي العكس جاي بظهره كده بيبقى كبير شوية كده مثلا ايده كده وايدي التانية كده ماشي الشخص دا هنا عايز شخص اكبر مثلا بعمل كده وببدأ برضو نفس الكلام اديله تفاصيل وشه كده كده بدون تفاصيل صريحة هبدأ احس ان الشخص دا قريب جدا والشخص دا ابعد والشخص دا ابعد تمام وابدأ افرغينا الاماكن الداخلية طبعا عشان كل دا طبعا احنا بنشتغل في السكتش بنشتغل في السكتش معانا الالم الرصاص والاستيكة وبنمشي خطوة بخطوة اي حاجة فيها خطأ مثلا وانا شغال عمال ايدك غلطت في حاجة بتبدأ تمسح وتعيد كمان معايا لحد ما بتوصل للتفاصيل الدقيقة لحد ما بتوصل للشكل اللي يديك طبيعة اللوحة بابعادها ومنظورها تمام هناخد شكل تاني تمام برضو الخط الافق اي حاجة في الدنيا اي منظر في الدنيا زي ما اتفقنا عشان ما حدش يفتكر ان خط الافق دا بيتكرر اه حاجة ايه مرتبطة بعد ايه لا دا دا خط اساسي احنا بنستخدمه عشان نبني عليه المنظور المكان اللي انا اللي انا فيك استوديو اي شارع اي حارة اي منظر طبيعي اي حاجة لازم ان تبدأ بخط الافق تمام اه ممكن هنبدأ ناخد خط كده تاني تحت اه مسلس كده وابدأ ااخد مستطيل كده تمام تمام بابدأ ااخد خط كده وخط كده وابدأ انزل ااخد مربع او مستطيل كده تمام باخد هنا خط وهنا زي مستطيل بس اعمل له الجزء دا زي جزء مسلس بس بمسح التفاصيل الداخلية اه بابدأ اعمل برضو الشبابيك اه كده اه طبعا اه برضو عاي حابب انا اعمل هنا برضو طريق كده لمدخل البيت بعمله برضو شجر كده عايز ابدي شجرة هنا هو طبعا عشان وقت البرنامج خلص فبرضو ده منظور سريع هنبدأ نعمل برضو شخصيات بابعادها اه انا اديتكم اكتر من منظور اه تقدروا تشتغلوا بيه واتجاهات مختلفة اه تديك احسائه تديك اه سلاسية الابعاد تمام اه فاتمنى النهاردة ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا اه تكونوا استفدتوا معايا في اه في ان انا اوصل لكم ازاي تبدأوا اه تعملوا منظر طبيعي كارتوني او طبيعي اه بشكل مبسط جدا اه يديني احاق بسلاسية الابعاد اه طبعا الناس كتيرة جدا بتبقى حبة تتعلم الرسم اقوى عن ده موهبة مش عارف يبدأ اللي هو حنين ممكن يعمل خط الافق ميل ممكن يعمله يمين يعمله شمال تلاقي المال المنظور الشكل بتاع البيوت جاي ميل كده او شكل ايه هو الخط الافق ده بيديني خط الارض اللي هي الجزء اللي انا هبدأ ادي عليه المنظور في حاجة هنقولها فيما بعد ان شاء الله في الحلقات اللي جاية للناس الكبار بقى مش هيبقى للاطفال هيبقى ازاي ارسم منظور بيبدأ بنقطة الهروب نقطة الهروب دي اللي بتبدأ من خط الافق بتديني الابعاد اللي انا عاوزها في كل في اي منظور انا عايزه في الدنيا حارة شارع اي حاجة فالموضوع الرسم فن جميل وفن بسيط جدا وسهل جدا بس اللي حابب او عنده الموهبة او عنده موهبة بسيطة جدا وحابب ينميها هيمشي معانا خطوة بخطوة بطريقة مبسطة عن طريق الاشكال الهندسية زي ما احنا بنتابع مع بعض او بنتعلم مع بعض هتيوصلك معلومات كتيرة وايدك هتشتغل كويس قوي مع الوقت هتلاقي نفسك في يوم من الان بيت فنان الشباب اللي بيدخلوا فنون جميلة وفنون طبقية يعني الجامعات الفنية دي انت كشاب او طفل عشان توصل للجامعات دي وتنمي موهبتك لازم تتابع في بدايات زي اللي احنا بنبدأها زي دي عشان اول ما توصل لسن الجامعة اعملولك اختبارات قدرات هتلاقي نفسك بينباهروا بشغلك طبعا عشان انت تعلمت بطريقة مبسطة جدا اه وقدرت اه توصل لمرحلك ويسا جدا فبتبعا بيتم قبولك طبعا في الكل في الجامعة اه فطبعا وقت حلقتنا خلص فبشكركم جدا وسعيد جدا بالاتصالات اللي جات النهاردة اه وسعيد ان الناس بتتابع معايا وبتستفاد وان شاء الله كل حلقة هيبقى فيه جديد وبشكركم جدا وكل سنة وانت طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم وشم النسيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته